اشتركوا في القناة الوضاء كانت انتحت السطح ستنين وتسعين واتصالات وتفاصيل ورايح الأمور في اتجاه وهذا انت لما يكونوا الناس يأسين انه غرب واسرائيل ونووي وكزال آخره وكاعدة بتبتلع الأرض خلينا ندرك لنا شوية والسلام ماله في هذه اللحظات انه الله سبحانه وتعالى كله تقدير رباني انه تظهر مثل هذه الأمور تعطي معنويات وكثيرين أصلا اللي بصدقوا هذه الأمور بيبنوا على أساسها تمام هي رحمة حتى لا يأس الناس ويسلموا بالحقوق حتى تحل الحل الصحيح لأنه أصلا في سورة الإسراء القضية واضحة فإذا جاء وعده الآخرة ليسوء اللي هي هاية المرة الأخيرة ليسوء وجوهكم يعني لأعداءكم يا بني إسرائيل راح يدخلوا ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول موجودة أصلا إذن القرآن ليش أعطانا إياها من 1400 سنة كيف يعني علمي أولا أولا موضوع العدد هو أكثر علم مع فكرة فيه حقائق بل هو عالم الحقائق هو علم أعداد والرياضيات باقي العلوم ممكن يصير فيها يعني لما تيجي تدخل في الفيزياء أو في الكيميا أو في أو 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 هي مائلها صدقية مثل عالم الرياضيات لأن عالم الرياضيات والأعداد يستند إلى البدهيات العقلية ولذلك من قبل الميلاد إيش قالوا علماء الرياضيات قبل الميلاد إلى يومنا هذا لم تتغير لأنها استندت إلى بدهيات عقلية باقي العلوم تتغير بتطور الوعي البشري فبالعكس إيش يعني علمي طب ما هو أوثق علم هو عالم الأعداد إحنا نبين أنه في نظم تتعلق مثلا بفتح عمر الخطاب وصلاح الدين وهي كمان 2022 المحتمل وما يقابله 1443 هجري إذا ما كانش الجانب النظم العددية هو العلم الحقيقي ولا إيش إذن لابد من تفسير المصادفات وحسب نظرية احتمالات في الرياضيات كل ما كانت الأمثلة أكثر كل ما كان احتمال الصدفة أبعد فالمسألة إذن هي علمية محظة علمية محظة بل وأهم علم العلوم اللي هو علم الرياضيات أو علم الأعداد إذن إحنا لذلك هو حتى غير المسلم كان بعض الناس يعني من تجربتنا حتى غير المسلمين بندهشوا لما يكتشفوا أنه في نظم رياضية بهذا الشكل فإيش يعني كونه مش علمي ولا يستند إلى دليل ما هو هذا الدليل استقرائي إحنا نستقرأ القرآن ونقول للناس اتفضلوا شو رأيكم بهذا شو رأيكم بهذا الآن العقل البشري لما يعرض عليه هذه المسائلة هو اللي بيقدر مدى الاحتمال لذلك ليش كثير من الناس خصوصا المثقفة واللي بتدرس بتندهش لأن احنا بنعرض عليهم هذا تفضلوا شو بتقولوا ما نحن دائما منقول احتمال لأنه بتوصلش المسألة 100% ليش ليش لأنها هي مش ألفاظ صريحة وإنما نظم رياضية تدل وتشير بشكل أكثر من 90% أنه القضية متعلقة باحتمال زوال إسرائيل 2022 ميلادي طبعا كان باقي 30 سنة وقتها لما خرج البحث باقي 30 سنة على هذا الاحتمال يبدو أنه لأنه قربت المسألة بتصير القضية ذات جدل لأنه باقي سنة تقريبا حتى تدخل 2022 باحتمالات في أي شهر مثلا نحن متوقعين المسألة بين شهر 3 وآخر 6 يعني يكون أهم الأحداث بين بين هو أنا كشخص لا مش قلك ليش لأنه أولا أنا شايف أصلا معطيهم أنا الناس جزء من الإشي الموجود أعساس إذا حصل في مفاجأة تانية تمام فبصير قناعتي ناتجة عن ومع ذلك مظل أحذر أنه ما تقولوا ميا بالمين لأنها هذه أرقام بجزء إحنا مش فاهمينها الناس لما بتيقس بتيقس بتفسد وبتتحلل وبتنحرف بتنحرف لحظة لما بتيقس وبتستسلم لما يكون في أمل يشتغل مع الناس ثلاثين سنة يمنعهم من أنهم يفسدوا ويتحللوا ويسلموا بالحقوق حقوقهم ها هون الخطورة والله إذا حفظنا هالناس ثلاثين سنة ممتاز أنا مش بيخدهم مقاولة لليوم القيامة مش بيخدهم مقاولة لليوم القيامة مع أني ما قصدتش أصلا هي أجت معاي الأبحاث هاي واحد إذن لاحظ الأم اثنين وأنا أشرح في مرجل زهو سنة ألفين سنة أف تسعمائة وتنين وتسعين وأنا أشرح للصحفيين وغيرهم لفت انتباهي شخص كان جاي من الضيوف مقول أه ويعني معناته لازم إحنا من الآن نعد وأنا لا أستبعد وهذا سيتكشف فيما بعد يبدو لا أستبعد أن هناك من أعد اعتمادا على هذه انتبهت وين ليش لأنه وجد الطريق مفتوح فقال لك ليش ما أنا اللي أشتغل طبعا من هو بعرفوش الآن ليش ما أنا اللي أشتغل لأنه اللي كان يجينا بفوت ليش طالما القضية بدها تصير ليش ما أكون أنا زي ما كان الصحابة يشتغلوا لأنه من يعرفوش الأبحاث تماما أنه القضية متعلقة بزوال الدولة وليس بزوال اليهود الدولة السلطة في فلسطين وهذا عليه أمثلة كثيرة وتدل عليه أصلا وهو أصلا مرتبط هذا 2020 1443 مرتبط بفتح صلاح الدين ومرتبط بفتح عمر بشكل عجيب في النظم ومن هون إذن هذه مسألة المسألة الثانية أنه ما فيش عندهم دراسات أصلا يعرفوا توجه الآن أوروبا وأمريكا طيب شو اللي بيخلي واحد زي كيسنجر اللي هو يهودي ومؤيد للسائل في 2012 شو اللي بيخلي يقول في 2012 للصحيفة الأمريكية لما قلهم بعد عشر سنين فيش إسرائيل عمره في التسعينات الآن المنتمية للموضوع كيف يعني منتمية إذا صح التعبير يعني مثلا القرآن تحدث في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسد فعملنا دراسة هذه النبوءة القرآنية لأننا أنا شخصيا فسرت الموجودة في قناة إسلام نون تقريبا 8 دروس في تفسير فواتح سورة الإسراء وهناك 9 بكمل اللي هو تحت عنوان وعد الآخرة إذا النظرات في فواتح سورة الإسراء في عنا 8 حلقات تفسير ملوش علاقة بالعدد ثم التاسع وعد الآخرة أصبح عند الناس صورة واضحة عن تفسير النبوءة بقي طب متى كان يتم السؤال دائما متى كنا نقول متى والله الكرآن ما حدد أو متى حتى جت قضية الإعجاز العددي ثم بدأنا نلاحظ أنه في نظم بتبين متى ولكن ليس في سورة الإسراء فقط في في أماكن لها علاقة في القرآن أقصد آيات وصور لها علاقة يعني لما تسمع أنت الألفاظ تدرك أنه لها علاقة بالموضوع ومن هون من سنة 1992 لليوم هناك أبحاث جديدة منها مثلا نزلنا في رمضان أربع دروس كل أسبوع درس تقريبا ساعة أو أقل أقل في هذه المسألة الجدة الأشياء الجديدة ومن خلال التعامل بالقرآن المسألة بدأ يتضح أنه بعلمك إيش الأنماط الموجودة يعني في أشياء ما كانش يخطر في بالنا أنه مثلا الكلمة يكون لها موقع في السورة وأن الكلمة يكون لها موقع في القرآن كله مثلا لو أخذت كلمة الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لو أخذت كلمة الأقصى سوف تجد أنه ترتيبها في السورة مثلا 11 طب أكم كلمة بعدها لآخر السورة له علاقة بموضوع 2022 طيب طب إيش ترتيب هذه الكلمة الأقصى من نهاية المصحف 41,419 طب من بداية المصحف 35,889 طيب الفرق بين ترتيبها من النهاية المصحف ترتيبها من البداية كلمة الفرق مثلا 5,430 إيش هو هذا هنا تيجي المفاجآت اللي متعلقة بالموضوع كلمة الأقصى طيب رحنا للآية السابعة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم الآية واحدة احتاجت معنا درسين كل درس ساعة لتبيان الجوانب العددية المتعلقة بـ 2022 أو ما يوافقها من الهجري 1443 مرين هيا المترجم للإعادة